بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل حيث أنشد قائلا يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد مدًا مفرطًا أو مد ما لا مد فيه دوان أو أن تشدد بعد مد همزةً أو أن تلوك الحرف كالسكراني أو أن تفوه بهمزةٍ متهوعًا فيفر سامعها من الغثياني للحرف ميزانٌ فلا تك طاغيًا فيه ولا تك مخسر الميزاني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي ما زال الحديث موصولًا مع سلسلة التيسير في علم الترتيل وهي سلسلة تتحدث عن التجويد العلمي بأسلوب عصري وهي سلسلة تتحدث عن التجويد العلمي بأسلوب عصري مع مراعاة التطبيق العملي لآيات القرآن الكريم تعالوا سويا نتحدث عن مخارج الحروف أو ما تبقى منها طبعا نحن ما زلنا نتحدث عن المخرج العام الثالث وهو اللسان ما زال الحديث موصولًا مع المخرج العام الثالث وهو اللسان وقلنا أن اللسان ينقسم من الداخل إلى الخارج إلى أربعة أقسام اللسان ينقسم من الداخل إلى الخارج إلى أربعة أقسام كما نلاحظ على اللوحة الآن أقصى اللسان وسط اللسان حافة اللسان طرف اللسان أقصى اللسان وسط اللسان حافة اللسان طرف اللسان انتهينا من أقصى اللسان ثم من وسط اللسان ثم من حافتي اللسان ثم مروراً بطرف اللسان وفي الحلقة السابقة في حديثنا عن طرف اللسان انتهينا من الطاء والدال والتاء الأحرف النطعية ومن الضاء والذال والثاء الأحرف اللثوية ولم يتبقى لنا في أحرف طرف اللسان إلا الحديث عن الأحرف الأسلية وهي أيضاً عبارة عن ثلاثة أحرف الصاد والسين والزاي الصاد والسين والزاي وقبل أن أشرع في الحديث عن الأحرف الأسلية لا يخفى علينا أن أذكر بحديثي كما نرى الآن عن قضية طرف اللسان واتفقنا أن طرف اللسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما نرى على اللوحة فنرى على اللوحة مقطع لطرف اللسان من فوق وهو المعروف بالظهر طرف اللسان ثم طرف اللسان الأمامي وهو المعروف برأس اللسان ثم طرف اللسان من أسفل وهو المعروف ببطن طرف اللسان يبقى الارتكاز من فوق على طرف اللسان وهو الظهر طرف اللسان ثم الارتكاز على طرف اللسان الأمامي وهو المعروف برأس اللسان ثم الارتكاز على طرف اللسان من أسفل وهو المعروف ببطن طرف اللسان كما نرى على اللوحة الآن ولا يخف علينا أيضاً عندما تحدثنا عن قضية اللسان أو تحديداً المنطقة المخصصة من اللسان وهي الطرف أن نتحدث أيضاً عن اللثة مع الثنايا العليا أن نتحدث عن اللثة مع الثنايا العليا وقلنا إذا نظرنا من أعلى لأسفل لو وجدنا اللثة اللحم الذي ينبط فيه الأسنان اللثة التجويف الأعلى فوق الأسنان نصعد باللسان نجد تجويف فوق الأسنان هذا هو المعروف باللثة ثم بداية الخط الفاصل الخط الفاصل ما بين اللحم والأسنان في خط فاصل ما بين الأسنان وما بين اللثة عندما تنبط وتدخل الأسنان عندما تغيب الأسنان في هذا اللحم هذا ما يعرف بأصول الثنايا العليا ثم انتهاءاً بأطراف الثنايا العليا ثلاث مناطق اللثة أصول الثنايا ثم طرف الثنايا الآن نتحدث عن آخر أحرف طرف اللسان نتحدث الآن عن آخر أحرف طرف اللسان نتحدث عن ثلاثة أحرف تسمى بالأحرف الأسلية الصاد والسين والزي أص أس أز أص أس أز إذا نظرنا إلى اللوحة كما هو مبين أمامنا ننظر فنجدوا لو حتعبروا عن الصاد ولو حتعبروا عن السين والزاي وبالمناسبة احنا بنقولها باللغة العامية زين هي باللغة العربية الزاي طيب تعالوا مع بعضنا زي ما تعودنا كده في أسلوبنا واحنا بنشرح المخارج أن نتحدث بأسلوب السيناريو والحوار هل استخدم اللسان عند النطق بالأحرف الثلاث يعني أقول أس أس أز لابد من استخدام اللسان هل استخدم اللسان عند النطق بالأحرف الثلاث وأرجو أن تلاحظي معي هيئة اللسان عند النطق بالصاد وهيئة اللسان عند النطق بالسين والزاي لابد من استخدام اللسان وحدد المنطقة المستخدمة من اللسان طرف اللسان الأمامي طرف اللسان الأمامي وهو يتجه إلى الثناية يقف أمام الثناية اللسان بيقف أمام الثناية يقف أمام الأسنان يعني يبقى طرف اللسان الأمامي اللي احنا لسه أئلين عنه ايه من شوية؟ رأس اللسان أو رأس طرف اللسان طيب يبقى حدد المنطقة المستخدمة من اللسان طرف اللسان الأمامي اللي هو المعبر عنه برأس اللسان هل اصطدمت بالثنايا؟ لم تصطدم بالثنايا ما فيش حد بيمطأ الصاد والأص وبيلزق لسانه في الأسنان محدش بيعملها جرب كده وشوف هتلتصق هيلتصق رأس اللسان أو هيلتصق اللسان بالأسنان وأنت تتلفظ وتقول أص أس أز جرب يعني متاخدش مني الكلام مسلم بيه؟ التجربة مهمة طيب بعد أن توصلنا الآن أني طرف اللسان الأمامي يتجه هتجد بتحدث حركة لللسان وأنت تتلفظ بالصاد والسن وازعي اللسان وأنت تتلفظ بالصاد أس أس هتجد أنه اللسان أو طرف اللسان يقف ما بين الثنايا العليا والثنايا السفلة يقف في المنتصف ثم يتجه لأسفل عنده صفحة الثنايا السفلة بينزل لأسفل رأس اللسان هكذا يعني أس 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 رحف الصورة أس أس أز لكن يا شيخ نلاحظ ونحن نترفظ بالصاد أس علو مؤخرة اللسان انظر للوحة الصاد ولاحظ المؤخرة من الخلف في علو في المؤخرة أس وفي السين وازاي في انخفاض في المؤخرة أس أز لأن الصاد مفخمة والسين وازاي كلاهما مرقق يبع علو المؤخرة من الخلف مع المفخم أس ومع المرقق تنخفض المؤخرة أس أز انظر للصاد وراقب المؤخرة من الخلف مؤخرة لسانك من الخلف انظر للوحة أس تجري المؤخرة في علو طب وفي السين وازاي تنخفض المؤخرة وأظن اللي اللوحة مبينة اللوحة بتبين يبقى إذن عند وصف مخرج الصاد والسين وازاي نقول من طرف اللسان الأمامي من طرف اللسان الأمامي اللي هو رأس اللسان مع ما بين الثناية العليا والثناية الصفلة قريب إلى الثناية الصفلة هو يقف أمام الأسنان العليا والأسنان الصفلة ما بين الأسنان العليا والأسنان الصفلة هكذا يقف ثم يتجه الأسفل ثم يتجه الأسفل يبقى من طرف اللسان الأمامي مع ما بين الثناية العليا والثناية الصفلة قريب إلى الثناية الصفلة مع إبقاء فرجة يسيرة بين اللسان والثناية لا يلتصق في فرجة في فرجة لا يلتصق بالثناية في فرجة جاكلا لما سألت منذ قليل هل حدث اصطدام لطرف اللسان الأمامي اصطدم بالثناية لم يصطدم ولذلك ماذا قلت أرجو التجربة جرب وجربي وأنت تقولي أس وأس وأز هذه الأحرف الثلاث تلقب بالأحرف الأسلية هذه الأحرف الثلاث تلقب بالأحرف الأسلية لخروجها من أسلة اللسان لخروجها من أسلة اللسان رأس اللسان عرفت بالأحرف الأسلية لخروجها من أسلة اللسان أي من رأس اللسان ولذلك رحم الله الإمام محمد بن الجزري حين قال والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلة والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلة يبدأ الحديث عن ثلاثة أحرف وهكذا انتهى الحديث عن اللسان اكتملت مجموعة طرف اللسان واكتمل الحديث عن اللسان بأسره اكتملت المجموعة أو اكتملت مجموعة أحرف اللسان لا يبقى سوى التدريب والتطبيق تدريبات وتطبيقات علمية آتيك بصورة وأنت تتحدث عن هذه الصورة آتيك بصورة وأنت تتحدث عن هذه الصورة لو جئتك بصورة الصاد كما نلاحظ ما المخرج العام؟ العضو العام ايه؟ ونوع المخرج محقق ولا مقدر والمخرج الخاص النقطة المتعلقة بهذا الحرف واللقب والدليل من الجزرين التجويد به متعة ولذة لكن يحتاج لفهم ووعي وتطبيق يحتاج إلى فهم ووعي وتطبيق للأسف كل الطلبة بتأتي بالكتب وتحفظ وإحنا عايزين نفهم طيب يبقى دي لوحة للصاد طيب يبقى المخرج العمئي اللسان نوع المخرج اللسان يبقى محقق طيب المخرج الخاص لسه أينين من طرف اللسان الأمامي مع ما بين الثناية العليا والثناية الصفلة قريب إلى الثناية الصفلة مع إبقاء فرجة يسيرة بين اللسان والثناية عشان ما بيحدث لم يحدث التصاق بين اللسان أو طرف اللسان والثناية من غير ما أحفظ افهم وعبر عشان كده كنت أعمالة قطر في اللوحة ليه وبحاول أجيب تشريح للوحة ليه زيادة لوحة ليه عشان عايز حضرتك تبقى فهم العضو ده اسمه إيه فلما تستخدم العضو ده تقدر توصف مخرج الحرف دون حفظ هو ده لنا عايزة وصل به هو ده لنا لو قدرت تنجح فيه يبقى خلاص يبقى حدث نجاح لحلقة المخرج أو حلقات المخرج طيب يبقى اللقب أسلية لخروجها من أسلة اللسان والدليل والصفير مستكن منه ومن فوق الثانية السفلة طيب اللوحة التالية تتحدث عن حرفي السين وازاي تتحدث عن حرفي السين وازاي المخرج العام ايه نوع المخرج محقق ولا مقدة المخرج الخاص اللقب الدليل ادي السين وازاي هتعملوها انت بقى انا كده تكلمت عن الصاد حضرتك تتكلم عن حرفي السين وازاي بكده زي ما قلت منذ قليل انتهينا من الحديث عن اللسان انتهينا من الحديث عن اللسان تعالوا بقى نموض لمرة الكرام لنتحدث عن الشفتين لنتحدث عن الشفتين لكن مش هقدر اتحدث اليوم عن كل حروف الشفة لن اتحدث اليوم عن كافة احرف الشفة لكن انا عايز اقول حاجة مهمة تقدمة مهمة احنا عارفين منذ قليل ان احنا بنحاول نحط الأوضاع لكل عضو من الأوضاء وبخاص أعضاء النطق لان قضية المخارج ترتبط بأعضاء النطق لما جاء اتحدث عن الشفتين اكيد حضرتك وحضرتك لنا شفة عليا وشفة سفلة مزبوط لنا شفة عليا وشفة سفلة بننصب في المخارج على الشفة السفلة تاني حاضر احنا عندنا شفة عليا وعندنا شفة سفلة الشفة السفلة بننصب فيها في المخارج بننصب في المخارج الحرف على الشفة السفلة حضرتك وحضرتك شايفين ظهر الشفة دي اسمه ظهر الشفة وفي الداخل بطن الشفة ده اسمه ظهر الشفة طب وده بطن الشفة السفلة بطن الشفة السفلة الجزء الداخلي من الشفة السفلة اسمه بطن الشفة السفلة طب ليه بنقولي الكلام ده عشان لما اجي جيب لحضرتك مخرج الفاء تقدر لما جيب لك المخرج ده توصفه أنا عايز حالك توصف وعايز حالك توصفي أنا مش طالب منك شيء صعب ولا طالب منك حاجة صعبة أنا بقول لحالك اوصف ما ترى عليك بوصف ما ترى إيه اللي شايفه قدامك وقلد يليد يبقى فيه محاكاة للصورة عارف يعني محاكاة قلد الصورة قلدها حكيها والذلك ما تيجي قلت اف أنا بقلدها هو بصص له اف 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 ونسأل الأسئلة بتاعتنا هل استخدمت الشفة عند النطق بالفاء هل استخدمت الشفة عند النطق بالفاء نعم اف اهي استخدمت الشفة انا ما استخدمت هاش اف يجي السؤال التاني حدد الجزء المستخدم من الشفة حدد الجزء المستخدم من الشفة أنا استخدمت الشفة السفلة تحديدا بطن الشفة أنا بوصف أنا لم أحفظ يبقى هل استخدمت الشفة نعم استخدمت الشفة وتحديدا الشفة السفلة حدد الجزء المستخدم من الشفة السفلة بطن الشفة السفلة بدليل انظر للأسنان وهي تصطدم ببطن الشفة اف 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 اهو الامر بالصعب تعالى بقى بعد الاستنتاجات دي كلها نضع البيانات حطيني البيانات المخرج ايه هو ده اللي أنا عايزه انا باستنتج ليه مش هاشا تديني مخرج ولما اخد مخرج هعرف الموضع ومكان خروج الحرف ولما اعرف مكان خروج الحرف عند نطق القرآن وعند التلفظ والتحدث لا اخطئوه في النطق بحرف الفاء لذلك اسمع مخرج الفاء من بطن الشفة السفلة مع اطراف الثنايا العلياء الفاء طالع منين من بطن الشفة السفلة مع اطراف أطراف الثنايا العلياء اللقب الشفوية مش بيطا خروج من الشفة يبقى شفوية وسميها بهذا الاسم لخروجها من الشفة لخروجها من الشفة الدليل الدليل ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة مش قال كده ابن الجزري لذلك ادي مخرج الفاء من بطن الشفة السفلة مع اطراف الثنايا العلياء خلاص واللقب شفوية لخروجها من الشفة لخروجها من الشفة والدليل ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة اللي في المقابل اها شفت عبير ابن الجزري مع اطراف الثنايا المشرفة اسنانك طيب تطبيقات وتدريبات نطبق على الفاء نطبق نطبق على الفاء تدريب علمي كده زي ما حالك شايف جايب لك لوحة للفاء وبطلب منك البيانات عن هذا الحرف ادي حرف الفاء وبطلب من حضرتك بيانات عن هذا الحرف المخرج العام نوع المخرج المخرج الخاص اللقب الدليل المخرج العام ايه الشفة ونوع المخرج وانت بتتكلم عن الشفتي نوع المخرج محقق صح؟ المخرج الخاص النقطة المحددة لخروج الفاء بطن الشفة السفلة مع اطراف الثنايا العليا اللقب شفوية الدليل ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة كلام مواضح طيب ادي اول حرف من احرف الشفة اول حرف من احرف الشفة من ثاني حروف الشفة ايضا الباء الباء لما تنظر معي الى حرف الباء أب 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 واطلب منك هل استخدمت الشفتان عند النقب الباء بالطبع نعم أب 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 شف بيحدث تصادم أب 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 بيحدث تصادم بين الشفة العليا والشفة السفلة هل استخدمت الشفتان عند النطق بالباء نعم هل استخدمت الشفتان عند النطق بالباء حدث التصادم فتولد صوت الباء أب 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 يبقى استخدمت واستضمت استخدمت الشفة العليا مع الشفة السفلة وحدث التصادم بينهما طيب عشان كده لما نيجي نقول مخرج الباء ايه اوصف من الشفتان مع انطباقهما من الشفتان مع انطباقهما فتولد صوت الباء هذا التصادم ولد صوت الباء أب 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 يبقى من الشفتان مع انطباقهما اللقب اللقب شفوية أب جبت لحضرتك لوحة للباء وقول لك المخرج العام ايه ايه هو المخرج العام ما المخرج العام أنت شايف ايه اوصف من الشفتان خلي بالك المخرج العام الشفا الفخرج العام الشفا طيب نوع المخرج محقق المخرج الخاص من الشفتين مع انطباقهما اللقب اللقب شفاوية خلاص اللقب ايه شفاوية طبعا الدليل ابن جزلي للشفتين الوا وباء ميمو للشفتين الوا وباء ايه ميمو ادي الحديث عن حرف الباء تعالوا بقى ننتقل لحاجة اخرى عشان وقتنا طبعا احنا اتكلمنا عن لم اتحدث عن مخرج الشفتين بالكامل لم اتحدث الا عن حرف الفاء وتحدثت عن حرف الباء يبقى الحديث عن حرفيني الميمو والواو غير المادية وبعدين الخيشون ان شاء الله في المرة القادمة هنكمل المخارج هنكمل الايه المخارج وهتكلم عن فوائد مهمة لمخارج الحروف هنتكلم على كلام مهم بديع في غاية الاهمية عن مخارج الحروف لكن تعالوا بقى ناخد الجزء المتعلق بينا برضو البرنامج التأهيني لحفظ القرآن الكريم البرنامج التأهيلي الزمني لحفظ القرآن الكريم ومعنا صورة القدر معنا صورة ومع صورة القدر عندنا الصورة مهمة جدا في المدود وطبعا هي عرفت بصورة الراءات عرفت بصورة الراءات ما في آية من آياتها إلا انتهت بحرف الراءة ما في آية من آيات صورة القدر إلا وانتهت بحرف الراءة لذلك هنبدأ طبعا نأكد هقرأ الصورة أولا وبعدنا نحط توجهات عليها وبعدنا نقرأها مرة أخرى عند الختام بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرُ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجُرُ تعالوا ننظر إلى هذه الصورة إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أنا ستطلقكم خطوط تحت المدود إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ حرف المدّة عله موجة المد حرف المدّة عله موجة هذه الموجة عرفت بعلامة المدّة الفرعي لما حرقك لقي حرف المد عليه علامة وبعد العلامة دي أو حرف المد عليه علامة بعد منه همزة بعد منه همزة يبقى هذا المد يمد بمقداره أربع حركات لحفص إِنَّا أَنْزَلْنَاهِ طيب وَمَا أَدْرَاكِ نفس الكلام عشان وراه همزة الملائكة الملائكة برضو عارف المد بعد منه همزة فيمد بمقدار أربع حركات الملائكة طيب يبقى دي كده إيه المدود يبقى أربع حركات حاجة مهمة جدا في هذه الصورة بحاول أعتني بقدر ما قطيت من القوة بمجموعة من الحروف زي كلمة خير يعني إذا ما أجد حد يقول لك ليلة القدري خير من ألف شهر خاه مفيش خاء في اللغة العربية خاه خا 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 شوف عدتها كم مرة والغين غا 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 يبقى خا غا ليلة القدري خير خا خا خير من خير من هذا يهل الخاء هللحف حاجة برضو مهمة جدا عايزة أكد عليها عارفين التنوين ولينا موقفات بقى ان شاء الله التجويد يمر بينا على القناة بإذن الله التنوين لما يجي ورا منه حرف مشدد التنوين لما يجي بعد منه حرف مشدد زي ايه يا شيخ خير من ادي تنوين ورا منه ميم صح ادي التنوين الميم بقى اللي جاي بعد التنوين دي حضرك شايفها شكلها ايه مشددة التنوين ورا منه ميم مشددة لا يتلفظ بالتنوين يتلفظ بالحرف المشدد خير من خير من خير من زيها برضو بإذن ربهم من بس هنا مفيش تنوين اه طبعا عايز اقولك لما يجي حرف احنا خلصنا من التنوين ورا منه مشدد لما يجي تنوين ورا منه مشدد هنطق التنوين لا هنطق المشدد بدليل انا ما قلتش خيرن انا ما نطقتش تنوين انا نطق الميم المشددة خيرن من نفس الكلام يجي لحضرتك حرف عاري ماعلوش حاجة واللي ورا منه مشدد العاري مش هنطقه لكن هنطق المشدد بإذن ربهم من نطقت الميم المشددة ربهم من بإذن ربهم من تمام طيب ما ننساش الثال بإذن احنا لسه وغضين الحلقة اللي فاتت الأحرف اللي ثوية الظا والذال والثاء بإذن ربهم من اضبط الثال بإذن ربهم من ما ننساش برضو عندنا لسه متكلمين عن الأحرف الأسلية النهاردة الصاد والسين والزاي ما ننساش تنز ببقى ازاي كده عاملة زي عزيز النحل تنزل الملائكة تنزل الملائكة تمام كده ما ننساش حتى مطلع الفجر عندك سورة القدر ما شاء الله القدر الده المقلقلة وعندك برضو مطلع الفجر مطلع الطواء مقلقلة الفجر الجم قلقلة يبقى دي حروف القلقلة في هذه الصورة هنختتم بقى بتلاوة الصورة لأن الوقت انقضى خلاص فبناء عليه يختتم ان شاء الله بالصورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ سَلَامُ أَلَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُ وَسَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ